صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا بابن جاتي الأمة لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين ما غاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيمة ولاؤك يا حسين لنا نجاة ونهجك يا شهيد لنا حياة وفي ضنك المحول للمدلهم أئمتنا الميامين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ولدنهم مهات طاهرات بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان ذوات أفنان أطروا أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد الإنسان تركيبة من روح وجسد والجسد مطية الروح يعني أهمية جسد كل إنسان تأتي بمقدار خدمتها لروح الإنسان والجسد بنفسه ليس له أهمية إلا مقدار مادي الماديون الغير إلهيين ثمنوا جسد الإنسان بمقدار تقريبا خمسة دنانير بعد التحليل كم في جسد الإنسان المادي من الحديد كم في جسد الإنسان من التراب كم في جسد الإنسان من الجس كم في جسد الإنسان من سائر المعادن بتركيبة مادية حسب أحدهم قيمة الإنسان تقريبا خمسة دنانير وفي الإسلام قيمة جسد الإنسان ماديا ألف دينار يعني إذا نعوذ بالله واحد قتل إنسان عليه الدية والدية تأتي بإحدى هذه الستة إما ألف دينار ذهب أو ألف رأس من الغنم يحسب اثنيا أو مئة رأس من الإبل ثلاثة أو مئتي رأس من الأبقار أربعة أو مئة حلة أو مئتي حلة كما في الرواية إحدى هذه الأشياء تكون قيمة الإنسان المادي أو عشرة آلاف من الدرهم الفضي هذه واحدة من الستة قيمة الإنسان لا تتجاوز هذه الحدود ماديا ولكن الإسلام ينظر بنظره أكبر من هذه النظر المادية من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا مقام الإنسان مقام عظيم مكرم عند الله سبحانه وتعالى لا يساوي مقام الروح أي ثمن المقام الروحاني أعلى إذن الجسد مطيه الجسد فقط مركوب للروح الروح راكب على قالب الجسد وما دام هذا الجسد يخدم الروح له ثمن وإذا فقد الروح يوارى في التراب يرجع إلى أمه التراب الجسد دون روح ما له قيمة وأي إنسان مهما يحمل من مقامات عالية إذا صار انفكاك بين روحه وجسده بعد الاندكاك هذا الانفكاك يورث مسألة همول الجسد من قبل الجميع حتى أبناء الإنسان أحباب الإنسان يوارون هذا الجسد في التراب ويدعوه في التراب إذن الجانب الذي يبقى في الإنسان وهو الجانب الأهم هو الجانب الروحي طيب الله سبحانه وتعالى يذكر في القرآن ولمن خاف مقام ربه جنتان في سورة الرحمن لمن خاف أولا كلامنا عن الخوف هل الخوف صفة ممدوحة أو صفة غير ممدوحة نحن نشوف إذا واحد نقوله خواف إذا نقوله جبان يسعى من هذا الكلام يعني الخوف صفة غير جيدة في الإنسان المفروض الإنسان يكون غير خائف يكون غير جبان يكون شجاعا ما المقصود من هذه الكلمة ولمن خاف هنا المفسرون يقولون بأن الخوف خوفان أولا الخوف المادي ثانيا الخوف المعنوي أو الخوف الكاذب والخوف الصادق الخوف الكاذب هو الخوف على أشياء تافغة وتمر مع مرور الزمن إذن الخوف الكاذب أن يخاف الإنسان على أمواله الأموال تافغة وتنتهي ما عندكم يقول القرآن ينفد وما عند الله باق الإنسان يخاف على بيته البيت زائل يوم من الأيام له ملك ينادي كل يوم يقول علي بن أبي طالب له ملك ينادي كل يوم لدو للموت وابنو للخراب قليل عمرنا في دار دنيا ومرجعنا إلى بيت التراب إذن الدنيا الأموال الثراء القصور كلها تنتهي يوم من الأيام بل الجبال تنتهي ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتى الخوف على الدنيا على مواد الدنيا على أشياء الدنيا هذا خوف مادي أو خوف كاذب الخوف الكاذب يعني الخوف الذي ليس فيه نتيجة رابحة للإنسان طيب الخوف على الأولاد الأولاد يوم من الأيام ينتهون الخوف على جميع البساتين الثروة ماذا في هذه الدنيا من الأشياء المادية وحتى الخوف على الجسد إذا واحد يخاف على جسمه الجسم أيضا ينتهي يوم من الأيام وينفك بينه وبين الروح الثاني هو الخوف المعنوي أو الخوف الصادق الخوف الصادق هو الخوف على ضياء الروح أولا الخوف على ضياء عالم ما وراء هذه الدنيا ثانيا الخاسر من خسر آخرته الخاسر من خسر روحه ومعنويته هذا الخوف إلى آثار طيبة هذا الخوف المطلوب هذا الخوف يورث في الإنسان حالة التربية يعني يورث في الإنسان حالة التقوى الإنسان الذي يخاف على آخرته مثل المتدينين عموما الذي يخاف على دينه الذي يخاف على ضياء روحه هذا الإنسان لا ما يفرط في مسألة الآخرة يخاف ليش؟ لأن هذا الخوف يورث التقوى يصير إنسان متقي للمتقي إذا تقول ليش متجي تروح إلى مجالس الحرام يقول أخاف على ديني للمتقي إذا تقول لماذا لا تأخذ من أموال الحرام أخاف على ديني وإلا المال في لذة إنما لو أخاف على ديني هذه اللذة تصير عندي نعم مرارة الإنسان المتقي يريد اللذائذ المادية الجسدية ولكن يضحي من أجل إبقاء روحه لبقاء دينه لكي يبقى الروح ملتمسا ومتمسكا بالدين لبقاء الآخرة إذن من هو الناجح الناجح هذا الإنسان الذي لم يفقد آخرته لم يفقد الجنة نفس الأبحاث التي ألا ذكرت ترجع لك وسابقوا واستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في المجال المعنوي هذا الخوف ولمن خاف مقام ربه مقام ربه ما هو القصد من هذه الكلمة مقام الله هل الإنسان يخاف من الله لا القرآن ما يقول ولمن خاف الله يقول ولمن خاف مقام الله مقام ربه ما هو مقام الله نحن نعرف في العقائد الدينية بأن الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين الله أرحم بنا من الأمهات الأم ثال الرحمة والله أرحم بالإنسان من أمه إذن الله ما ينخاف من عنده إنما الخوف من مقام الله سؤال ما هو مقام الله المقام يؤخذ بمعنيين المعنى الأول مقام بمعنى اسم مكان يعني محل قيام الله هذا باطل الله سبحانه وتعالى ما عنده مكان حتى واحد يخاف من مكان الله المعنى الثاني المقام بمعنى ناخذ المصدر الميمي كما يقول المفسرون المصدر الميمي يعني من آظمة الله سبحانه وتعالى ومن قانون الله ومن عدل الله أو إذا أريد ألخص البحث يعني من يخاف أن يتحدى الله بعض الناس يتحدون الله في الأمور التكوينية ما في واحد به شجاعة التحدي أبدا وإذا واحد كان في هذا الحال ما يقول للشجاعة هذا تهور يعني ماكو واحد يقول أنا الشجاع ويرمي نفسه من الطابق العاشر هذا إذا واحد سوى هذا العمل يقولونه متهور هذا مو شجاع لأن تتكسر ليش تتكسر قانون نظام تكويني جاذبة الأرض تكسر أعظامك هنا تشوف دام الجزاء فوري الناس يخافون إذا واحد فاقد عقله الإنسان الذي عنده عاقله ما يتحدى القانون التكويني ما يرمي نفسه من مكان شاهد الإنسان الذي الله سبحانه وتعالى أعطاه عقل هذا ما ينتبه بدين المعين كل البشر كل صاحب عاقل وصاحب فطرة هذا الإنسان ما يتحدى القانون التكويني يعني جدار ينهار يجيق على جو الجدار يقول خير ينهار على رأسي ما عندنا واحد هكذا يعمل في وسط المحيط يرمي نفسه ما عندنا واحد يعمل هذا العمل في وسط النيران يرمي بنفسه ما عندنا واحد يرمي هذا العمل إنه أن يكون مسلح بسلاح ضد النار وإلا الإنسان الذي يرمي نفسه في النار النار تحرق اليابس ما أريد أكثر أمثلة في القوانين التكوينية القانون التكويني يقول لك إذا أكلت الطعام ملوث تتمرض إذا أكلت السم تموت الحين واحد يجي يقول أنا أتحدى أشرب السم أتحدى أقابل الثعبان لا هذا الإنسان إنسان ساقط يخسر دنياه يخسر راحته ولأنه يحب نفسه ويحب جسمه ما يسوى هذا العمل هذا في النظام التكويني هناك نظام ثاني هو النظام التشريعي في النظام التشريعي أيضا لا تتحدى الله هنا في مسألة التشريع الجزاء ما يجي فورا ولكن الجزاء يجيك يوم من الأيام إما في الدنيا إما في الآخرة يعني في مجال الجزاء التشريعي إن الله حرم الظلم لا تظلم ممكن واحد يقول أنا أظلم شي يصير إما تشوف جزاء الظلم في الدنيا وإما تشوف جزاء الظلم في الآخر لما نقول لك الآخر مو يعني بعد ملايين السنين يعني بمجرد أن تموت الإنسان إذا مات قامت آخرته إذا مات ابن آدم قامت قيامته بمجرد الموت الظالم يرى ما يرى من العذاب والبلاء إذن دير بالك في مجال الظلم لا تتحد قانون الله في المجالات التشريعية في المجالات التكليفية في المجالات العقائدية لا تتحدون الله مقام هنا يجون بعض المفسرين أحلى يفتحون الموضوع ولمن خاف مقام ربه يقول نعم الله سبحانه وتعالى المقام هو مكان جعل الموازين الله وين جعل الموازين الله حاط ميزان يقول أن الله سبحانه وتعالى جعل الموازين في كل صغيرة وكبيرة للإنسان العاقل ولذلك غير العاقل يقولون مو موزوم هذا الإنسان الذي عنده ميزان العاقل يشوف دربه يشوف الطريق يشوف الصحيح حتى في المجال المادي واضح إذا شفتك شارع غير مبلط ما تمشي في الشارع الترابعة والسرعة 120 تتكسر الله معطيك العقل اتخلي عقلك أمامك في الأمور المادية واضح في الأمور المعنوية كيف في الأمور المعنوية اعلموا بأن الإنسان الله سبحانه وتعالى أعطاه ميزان من الميزان الصغير إلى الميزان الكبير الذي ثوف يراه يوم القيامة الميزان الصغير بسم الله الرحمن الرحيم محكمتان في القرآن المحكمة الأولى لا أقسم بيوم القيامة أكبر محكمة وأصغر محكمة ولا أقسم بالنفس اللوامة هاي النفس اللي ذتلومك بمجرد أن يظلم بمجرد أن يفرغ من الظلم تجي النفس اللوامة يا مجرم يا ظالم ليش طردت ليش ضربت ليش أكلت لماذا صنعت لماذا قتلت لماذا فجرت نفس لوامة هذا ميزان هذا النفس اللوامة أحد الموازين الله سبحانه وتعالى جعل في الدنيا موازين هذه الموازين تصير سبب أن الإنسان يخاف من مقام الله يعني يخاف من التحدي على قانون الله سبحانه وتعالى والتحدي آثار الأعمال في الدنيا لأن العمل لا ينفصل عن الإنسان الإنسان يرى أثر عمله ووجدوا ما عمله حاضرة إن شاء الله لأضعطان عمر بعد ثلاث ديالي رح أقلالكم خطبة الإمام زن العابدين صلوات الله وسلامه عليه تلك الخطبة الغراء الذي هز بغ العالم حقيقة عجيب كلمات الإنسان يرى عمله حاضرة العمل ما ينفصل عن الإنسان أي عمل اللي تعمل أثره والآثار عجيب في علم النفس يقولون حتى على وجه الإنسان تبدو آثار الأعمال المجرم من وجههم بين مجرم هذول الذين يشتغلون بالمباحث الجنائية كثيرا ما يصيد المجرم عن طريق الحركات والسكنات في وجهه يشوفه يشوفه وجهه مرتبك مو طبيعي هاي في الدنيا هذا الإنسان الذي يشتغل بالمباحث الجنائية بشر شرطي عادي فكيف برب الأولين والآخرين الذي ينادي وإن يقين عليكم لحافظين اللام للتأكيد بعد كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كل الذرات والحركات كلها مقام الله سبحانه وتعالى الله يشوف إذن هذا المقام الإلهي لا يضيع الإنسان خاف من هذا المقام مقام المراقبة الإلهية عليك مقام النظر الإلهي عليك في كل لحظة في كل مكان في كل زمان ولا يمكن الفرار من حكومتك أينما كان الإنسان إذن المقام هو مقام علم الله بأعمال العبد إذا تعرف بأن الله عالم هاي عقيدا يعني حتى إذا دخلت في مكان مظلم الله دا يشوفك الله عين ما عنده الله سبحانه وتعالى يعلم وينظر ويراه يعني يكون على علم البصيرة بك مثل واحد محدق بك بتتبك نتفر في الظلمات في قعر البحار في آخر السماوات أينما تروح عجيب الله سبحانه وتعالى ينظر هذا المقام ولمن خاف أولا مو الخوف الكاذب الخوف الصادق لأن الخوف على عمور الدنيا الدنيا تنتهي الذي ما ينتهي هو العمل الصالح هو العمل الروحي والذي ما ينتهي عالمه ما وراء الموت لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى بعد الموت هاي اللي راح نموت بعد شميهم في هذه الدنيا بعد ما أكو موت راح الإنسان يعيش إلى أبد الأبد ما يشوف الموت إلا الذين يرجعون وعندي محاضرة أنا حول الرجعة متحدث مفصلا هذا بحث آخر هذا بحث جانبي وإلا عموما الإنسان لا يرى إلا الموتة الأولى زين الدنيا كلها تنتهي مو فقط ماديات الدنيا إذن أخاف من إيش تخاف الخوف المثمر الخوف المعنوي الخوف الصادق الخوف الصادق شنو فائدت يورث التقوى التقوى يجيك إلى هذا المقام يقول لك مقام الله سبحانه وتعالى مقام لا يمكن الفرار من الله عالم بكل شيء إذن أعمالك ما تفوت الله يشوف أين الفرار هذا والله قادر على كل شيء تعال شوفوا هنا روايات تضج الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم عندي رواية في قصة أرمية وأشعية خذوا لأسماءهم مختلفة في التوراة والإنجيل والروايات عزيز وعزير أو أرمية وأشعية اثنين من الأنبياء كانوا في بني إسرائيل إمام الصادق عليه السلام يقول إن الله أوحى إلى أرمية قال لي يا أرمية وروح إلى بني إسرائيل إلى البلد الفلاني كان بني إسرائيل هناك يعني أبناء يعقوب عليه السلام وقل لهم حديث قدسي اللواء من إمام الصادق عليه السلام إني خلقت في بلدكم كل شيء ولم يخرج من الأشجار إلا شجر الخرنوب شنو معنا يعني الله سبحانه وتعالى خلق في بيت المقدس أشجار جميلة مباركة ولكن ليش ما ينشاب منها إلا شجر الخرنوب الخرنوب نوع من الأشجار السمية ما بها لا ثمر لا رائحة فيها نوع من السموم خرنوب أرمية عليه السلام رجع إلى بني إسرائيل شاف تجمع الناس قال يا قوم إن الله سبحانه وتعالى أوحى إلي يقول هكذا استهزأوا بنبيهم ضحك الله يقدر يزع شجر الخرنوب الله سبحانه وتعالى أوحى إلى أرمية وقل لهم بإني سوف أسلط عليهم هاي آثار سوف أسلط عليهم من لا يرحمهم البلد الذي الناس ينشغلون فيه بالمعاصي البلد الذي الناس ينشغلون فيه بالبعد عن الله لما كانوا الناس قريبين من الدين والتقوى الخيرات كانت تنزل عليهم يوم الذي ابتعدوا عن الدين والتقوى شنو صار النتيجة الله سبحانه وتعالى أوحى إليهم إني مبتليكم بحاكم ظالم منه بغت النصر نبوخذ نصر بغت النصر رجل من بين النغرين من بابل ظالم ما يعرف إلا لغة الدم هذا رح أسلط عليكم فجاء أرميا عليه السلام أخبر إجعوا المؤمنون إلى أرميا يا أرميا أحنا شنو ذنبنا الله سبحانه وتعالى إذا سلط الظالم الشريع أحنا ما هو ذنبنا دققوا العبارة أرميا رجع إلهي يقول الصالحون ما ذنبنا قال لأنهم ساندوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي لما تشوف ناس دي يسوون غلط وتسكت الساكت عن الحق شيطان أخرس لما تشوف ناس دي يلعبون قمار وتسكت لما تشوف ناس مجغولين بالغناء والفواحش والغلط وتسكت يا فالي أقول على نفسي مسؤول البلاء يعم ليش لكتوا يا رجال الدين ليش لكتوا يا مؤمنين يا صلحاء ما إلك حق تسكت عن حق الله الله ما يسامحك أرميا عليه السلام أخبرهم هجم عليهم بغت النصر بغت النصر أحرق الرطبة واليابس قتل الصغارة والكبار في بيت المقدس وصل الأمر إلى درجة حتى كانت مين بتدقها بالتاريخ بغت النصر قال شوفوا بعد أكو أحد قال ومرأة عجوزة قالوا اقتلوها حتى العجوزة اقتلوها ماكو رحمة ما عندهم قلبه هنا كان الذي أرميا خرج من البلد شايل وياه شوية تين وقليلا من الحليب لبن تين وحليب راكم على بغلة على حمار خرج شاف الناس موتى بعضهم مصرانهم طالعا بعض من حيوانات المفترسة تنهجهم منظر عجيب القرآن يذكر القصة في سورة البقرة أو كالذي مر على قرية هاي مدينة بيت المقدس أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال لأنا يحيي هذه الله بعد موتها شون يصير لحظة فكر هو نبي هاي أجسادهم متداخلة هذا رجل طايح على رجل غاذا لحمه يلحم هذا من خلط سايرين نصرهم اتراب مصرانهم حيوانات اجت أكلت لحومهم طيور اجت لك أكلت بحض اللحوم طارت منظر عجيب كيف الله يجمعهم يوم القيامة بمجرد اجغاي الكلمة بفكر ارترأسا فأماته الله راح هو همات مئة عام مئة سنة مات أرمية أو عزيز في الرواية معلنا بالأسماء المهم الجوغر مات فأماته الله مئة عام ثم ضعفه قادر على كل شيء الله سبحانه وتعالى خلق أرمية أرمية قاعد شويقا مفرك عيونه نظر أطرافه شاف عجيب اجعل وحي قال كم لبثت كم صار لك التهني قال لبثت يوما شاف الشمس هو لما اجه نفرض كانت ساعة مثلا عشرة صباحا الشمس هنا كانت الآن الشمس وصلت هنا هاي نفس الشمس قال يوما أو بعض يوم ما ادري لو من البارح ليس انا ميت نايم يا اما صال لساعتين ثلاث ساعات قال بل بثت مئة عام هالدنيا هالشكل بسرعة نقضي بل بثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه الله اكبر يعني ما اسأله اي طبيب بالعالم الحليب اذا يخلوه في فضاء مفتوح يوم واحد ياخذ جراثي وصلا ما يصير واحد واحد يشربه التين اذا تخليه يوميا في الفضاء المفتوح اول يصير حامض بعدين يعفن ميت سنة الله حافظ الحليب سالم ميت سنة الله حافظ التين سالم كأن البارحة باخذي من الشجرة فانظر إلى طعامك وشرابك طعامك التين شرابك الحليب لم يتسنه ما في سنة وانظر إلى حمارك وانظر إلى العظام كيف ان ننشزوها ثم نكسوها لحمة عجيل وين الحمار اللي تشتراك بمجرد ان قال وين الحمار شافت من رهائلة تراب تراب قامت اجتمعت صارت عضار صارت عروق صارت عصاب اجلت الحمار وقف قام ينهق وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وصل إلى درجة أن اليهود قالوا هذا عزير اشتبت أخو عزيز قالوا عزير ابن الله شتور جاء لا تتحدون أوامر الله الشاهد هاي الكريمة إن يتحدى أوامر الله شي صير هذا واحد اسمه شاب 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 كان من أهل التقوى اسمه محمد بن سليم يقول بعد هارون العباسي وكأنه إرث أمه وأبوه قال من بعد خليفة المسلمين الأمين ومن بعد الأمين ابن المأمون زين الأمين بأي صلاحيات يعني الأمين من يكون يعني منهم عينك وانت من عينك زين الأمين هارون مات في بلاد فارس وصل الأمين صار أمير كذا منه محمد الأمين محمد الأمين رجال رقاص ما يعرف إلا الخمرة وما يعرف إلا ما يعرف ما يعرف يعني يعبر يا أخي ما يعرف رجال فاسد زين بعدين قال الخليفة من بعد مو أخوي المأمون قال لو أبوك هارون قال قال أبويا أكلتبن ما أنا قيمة اللي أنا أقول طير المأمون تعال أنت أمير المؤمنين نعم وأنت يا أمير المؤمنين أمير المؤمنين القبلك عينها أنت خليت أمر والدك تحت النعال دين ما عدوا من ذولك المأمون المأمون سبع قامت القيامة هذا الشاب محمد بن سليم يقول أنا كنت من المدافعين عن الأمين ما أخذيني تجنين في بغداد جيوش المأمون المأمون كان معطي الراية بيد رجل إيراني اسمه طاهر ذو اليميني بعد موصل إلى حكم والأمين كان معطي الراية بيد العرب الذي كانوا وياه في بغداد لأن أمه كانت عربية ذاك كانت أمه فارسية صارت الحرب جر الحرب إلى نهر دجلة دماء في دجلة إذا المسلمين كانوا رسول الله هالشكل كان أمار هذا كان الإسلام هذا الإسلام الذي يبين للعالم أخي يقتل أخو يقول هرثمه هرثمه كان قائد الجيش من طرف طاهر طاهر من طرف المأمون هرثمه أخذ زورق وأسروا الأمين يقول بالزورق أنا كنت مع الأمين وهرثمه طلعنا من سوح حظنا إجت موجة الزورق انقلب يعني بلن البلن انقلب يقول أنا السباح طلعت طلعت من المي ولكن واحد من الجنود ألقى القبض علي من جنود الفرس ودوني إلى سجن في نفس بغداد دخلوني بالسجن وألقوا القبض أنا كنت في السجن هناك حصلت ما توضيت كنت شوية أصلي لربي ركعات يقول في هذه الأثناء رأيت أدخل رجلا عاريا من الثياب خائف يرجف نظرت إليه وإذا هو الأمين هذا أساس أدخلوه في السجن يقول أنا كنت وياب السجن شفت الأمين محمد الأمين عرفني إجا قل لي يا محمد أخذني إلى حضنك شوية هي الشكل دفيني أنا مستبرد وخائف يقول أنا شوية دفيت التفت لي قال أترى أخي المأمون سوف يقتلوني قلت لا مو معقول أخي يقتل أخ مو معقول يسامحك يعفو عنك يقول في هذه الأثناء أنا قومت حتى أصلي صلاة الليل وهذا أريد أذكر للشباب شوفوا نحن إخواني رجل في خضم الحرب وقوقعة النار ما ينسى الله وهو هذه الصلاة نجت لهذا محمد بن سليم يقول أنا خليت الأمين الأمين قاعد خائف يرتجف في جانب السجن بدأت بالصلاة صليت صلاة نافلة الليل ثمن ركعات ركعتين صلاة الشفح يقول إذا ما وصلت إلى صلاة الوتر رأيت مجموعة من الجنود دخلوا في السجن وهجموا على الأمين الأمين شاء مخدة وسادة هالشكل يدافع عن نفس تفصيل القضية يذكرها المرحوم شيخ عباس القمي رضوان الله تعالى عليه في الجزء الثالث من منتهى الآمال تتمت المنتهى يقل يقول أخذ الوسادة قال لا تقتلوني فأنا ابن أمير المؤمنين هارون شاء الواحد السيف قال كذا من عندكم هارون ضرب ضرب على عقبه يعني آخر ظهره ضربه ضربه قده نصفين يقول وقع مضمخ بدمائه شافوني أنا أصلي تركوني الله نجاك الله بالصلاة يقول تركوني شاء له هذا ودوه هذول الذي كانوا يوم من الأيام شوف الله بالقرآن يذكر حالة المسلمين كنتم الآن ما أنتو يا مسلمين هذا كنتم وستكونون إن شاء الله خير أمة أخرجت للناس ولكن اللي بعد العلماء يقنون جملة حالية يعني حالة كونكم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر يوم الذي كنتم أنتم المؤمنون تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر يوم كنتم خير أمة أخرجت للناس يعني إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنتم خير أمة ما بيسعد بل قال الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه فإذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلط الله عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لك أبدا لأن تركوا الخوف من مقام الله يوم الذي كان المسلم الرجل المسلم المرأة المسلم بينهم وبين الله يرون الله ناظرا على أعمالهم يوم الذي كانت هذه الآيات ما معينهم إن الله كان عليكم رقيبا يراقبكم فردا فردا يوم اللي كان الناس يخافون من الله البارح بالليل مذكرت وإن عدتم عدنا الدنيا كانت بخير الآن هذه الزلات والعجيب كثير من الإخوان أشوفهم قاعدين والله نحن ننتظر إغنمام الحج عليه إغنمام الحج ممكن إن شاء الله يضغر بعد خمس تألاف سنة إن شاء الله باشر يضغر ممكن بعد خمس تألاف سنة يضغر ما عدنا فاتقرنتي في تاريخ معين ولا واحد إلي حق أن يدعي بأنه الآن عند التصال بالإمام المهدي عليه السلام من ادعى الرؤية فكذبوه ماكو واحد الآن يقول أنا الذي عندهم ارتباط ما يعلن بالفرض إنسان يتسبب بخدمة الإمام الحج عليه السلام ما إلا حق يعلن هذا الإعلان أحد عايشين في زمن غيبة الإمام روح إله الفداء تيارات يمنوا يسرت لازم ادير بالك يا عزيزي يأتي زمان على أمتي القابض على دينه كالقابض على جمرة نار ولكن اعرفوا يا رجال ويا نساء أن الله ناظر على أعمالكم خاف مقام ربه خافوا من الله في كثير من العوائل يظلمون بناتهم ما أقول في أي بلده إذا لابني علوية سيدة ما يزوجوها إلا من سيد هذا منه قال رسول الله قال علي بن أبي طالب علمكم هذه الفتن هذه البلاوي هاي من أين طلعت لا لا هاي بنت سيدة سيدة إذا قال رسول الله إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه دين عنده ولا ما عنده ممكن يكون واحد من العائلة العلوية ولكن دين ما عنده اتزوجوه إذا كانت العلوية اتحصل سيد ما حصلت سيد انت الاب انت الاخ الاكبر انت اللي حات خمس خوات ست خوات في البيت وما تزوج هنا ما ترضى والله مسؤول امام الله يوم من قيامك كائنا من كان ما عندك جواب امام الله ستة علويات ابنية تستح تقول اريد زوج حاطب البيت صار عمره خمسة وثلاثين اربعين سنة واذا تقول كلمة خلص احنا عندنا عادات خلي عاداتك تحت النعال مقابل الله ما لحق واحد يقول عندي قانون عندي عادة قانون الله الاول لنوصل الى مرحلة نقول قال الله واقول اما من خاف مقام ربه مقام الله خافه من الله شتور المشكلة هاي لنوصل الى مرحلة قال الله واقول اي جنسية اللي اعدكم انا ما اخصص بلد معين اجا انسان شريف مؤمن الطيبات والطيبين الله ما قال السالات للعرويات زوجوهم خل يرحون هاي الفتاة تبقى تصير شبيرة باشر ابوها يموت اموها ما اعدها احد من المسؤول المسؤول الاول انا اللي ما قلت لازم اصيح على المنابر اما من ولمن خاف في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان هني تعال الله يفتح لكم باع هنيئا للذي خاف مقام ربه هنيئا للذي يفكر ان الله سبحانه وتعالى يشوف كل لحظة هنيئا للانسان انا ما اقول شوف اخواني هاي كلمات رسول الله قال صلى الله عليه وآله وسلم ان اكيس الاكيسين من اكثر ذكر هادم اللذات اكيس مو كيس اكيس اشطر كيس يعني شاطر اشطر الشطار منه منه ان اكيس هذا اللي دائما الموت جد دائما كل لحظة ممكن اموت حق الناس حق الضعفاء حق الاخوات حق الاخوان حق الايتام مسألة ثقيلة الان في عز البرد اكو ناس مسلمين يلا دونيا للمسلمين محتاجين بطانية ما نعطيهم واحد اكو اموال في ذمتنا ليش ما نعطيهم باي دليل شرعي باي دليل عقلي عيفنا على الشرع ما اكو الناس محتاجين لدفاية واحدة ماعدهم طعام ماعدهم من المسؤول عليه ذوله خافوا من الله اهنالي يصير اما من خاف ما قام ربه يعني لا تتحدى القوانين الالهية ولمن خاف ما قام ربه هؤلاء الذين يخافوا هذا عنده بيتي كلش لطيف قائل هذا ابو العتاهي الان ذكرت يقول ليتشعري الله هذا من شعات لبام موسى بن جعفر عليه السلام ليتشعري وإنني لست آدري أي يوم يكون آخر عمري إذا إذا كنت أدري يوم آخر عمري كنت شوية أكثر ترحال المشكلة واحد ما عمري موسيقى موسيقى ايليت شعري وإنني لست أدري موسيقى موسيقى أي يوم يكون آخر عمري وبأي البلاد تقبض روحي وبأي البقاء يحفر قبره ما أدري وما تدري نفس بأي أرض فموس وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وبأي البلاد يقبض روحي وبأي البلاد بقاء يحفر قبري أصلا نحص القبور يا مناس ماتوا بالطيارة وصاروا فحم ما تشوفون ما لدي شي يصير يا مناس احترقوا في النار قبرا ما عده هنيئا لهذاك الإنسان الذي الله يقول بالقرآن اسمع ولمن خاف مقام ربه الحين تعالى شوية على البحث الخوف المعنوي واضح مقام الله سبحانه وتعالى يعني العلم الإلهي بكل شيء الله عنده مراقبة إلا جنتان أفصل الجنة إن شاء الله الليلة القادمة أشوف وجوهكم إن شاء الله تفعن بالنور الليلة القادمة عندي بحث حول الجنة لذائذ الجنة ولكن هنيالا اللي يحصل الجنة إن شاء الله كلكم من أهل الجنة إن شاء الله إن شاء الله مو جنة جنتية ليش الله بالقرآن يقول جنتان شنو معنى جنتان هذا اللي يرجو كل الناس أسأل من الله سبحانه وتعالى أن تشوننا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذوا القافلة الحسينية المقدسة الطاهرة أخذوهم من الكوفة أجوا أخذ الخارط تخليها بذهنك من الكوفة أصعد على أراضي العراق توصل إلى تكريت في تكريت ماذا عملوا وصلوا إلى موصل الموصل أخذوا الموصل استقبلوا وآل بيت رسول الله عليهم أفضل الصلاة والسلام بالصلوات بالاحترام بالتقدير وكانوا يضربون بالحجارة أعداء الحسين ويقولون لهم يا قتلة أبناء الأنبياء ذول أخذ الموصل لهم موقف مشرف حينما مرت القوافل من بلدهم نعم موقف مشرف جابوهم إلى منطقة اسمها واد النخلة خلوكم في رحابه للبيت في واد النخلة ناموا ليلة يعني استراحوا ليلة نوم وعتهم على البيت رسول الله أول الصباح أخذوهم من وادي النخلة على صوب حلب ماكو ذاك اليوم حدود عراق سوريا من موصل أخذلك خط وهم إلى حلب أخذوهم إلى حلب هذه الرواية رواية النصراني كم شكل منقولة أنا الآن أذكر واحدة من الروايات ممكن كم نصراني كانوا واحد من حاملي رأس الحسين صلوات الله وسلامه عليه يقول أنا كنت مع الخمسين نفر الذين كانوا موكلين بالرؤوس يقول وصلنا إلى دير دير بس خرب كان دير يعني محل النصارى رهبان النصارى يقول شفنا على الحائط كاتب أترجو أمة قتلت حسين شفاعة جده يوم الحساب يقول بمجرد إن شفنا هذه الكتيبة أخذنا الخوف قمنا هنا لا يمكننا نسكن قمنا هنا لتركنا المنطقة ومعنا الرؤوس معنا بنات رسول الله طلعنا شوية شفنا مرة ثانية نفس المكان كأنه إيدة خط على الحائط فلا والله ليس لهم شفيع وهم يوم القيامة في العذاب يقول أخذنا الخوف والرعب التفتر العمر بن سعد قال هنا أنا ما راح نضل قوموا سريع نشيل الرؤوس نطلع خرجنا يقول جين وصلنا إلى دير كان في بالفعل واحد راهب نصراني هذا الراهب النصراني روايتين رواية تقول رأى في عالم الكشف والشهود رواية ثانية يقول رأى في عالم الرؤية شاف حائط الدير خلف الحائط جايبين رؤوس ونساء وأطفال وفي رأس هذا الرأس حاط في صندوق هذا الرأس الذي في الصندوق أولا تشع منه الأنوار وثم كأنه أكم حامل من السماء تنزل إلى الأرض ملائكي ينزلون يقدسون الكروبيين الشهداء الأنبياء الكل يطوفون حول هذا الصندوق يسلمون على شيء في الصندوق الراهب أخذ الخوف قام طلع أول المغرب الراهب طلع شاف كاتب على الحائط أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب فلا والله ليس لهم شفيع وهم يوم القيامة في العذاب لما شاف هذا المنظر سئلوه ذول يقول لول يا راهب هذا الكتيب من هو كتبها قال أنا قبل أن آتي إلى هذه المنطقة في رواية قال قبل أن يبعث نبي الإسلام بخمسمائة عام هذه العبارة كانت موجودة أترجو أمة أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب المهم جاء شايف بالحلم الصندوق أو في عالم الكشف قال ما في هذا الصندوق عمر بن سعد واجهه قال لي في الصندوق استغفر الله ربي وأتوب الله لا إله إلا الله قال في الصندوق رأس الخارجي قال من الخارجي قال الحسين بن علي الراهب يعرف قلت لك في عالم الكشف أو الحنشايف قال ومن أمه قال فاطمة الزهراء قال فاطمة بنت من يلمت استحيا عمر بن سعد قال فاطمة بنت نبي الإسلام قال تقتلون ابن بنت نبيكم وتحملون رأسه من بلد إلى بلد وما هذه النسوة قال هؤلاء نساؤه وبنات قال هؤلاء أحفاد رسول الله لا اللي سيدة زينب تقول النصارى يحتشمون لنا والمسلمون يقتلون إلى الآن إلى الآن نصارى نصارى يحتشمون لآل بيت رسول الله ومن يدعون الإسلام الله يحرق لحليتهم الله يخرب بيتهم يقفون ظهر يزيد بالمعاوية عجيب عجيب هذه الدنيا من هواني الدنيا على الله والله السيدة زينب ذاكريا وصاحت النصارى يحتشمون لنا والمسلمون يقتلون هذا النصراني التفت إلى عمر بن سعد قال له أعطني هذا الرأس سواد هذه الليلة أمانة أرجع لكم أول الصباح أنتم موجودين بالليل قالوا عمر بن سعد لا يمكن ذلك الراهب قال أنا لا تخاف يعني أنا أدخل في الدير أخذ الرأس عندي أخلي عندي ضيف وأرجع لكم ما قبل عمر بن سعد الراهب كان أمجهز عشرة آلاف درغم لليوم الأسود قال لعمر بن سعد أعطك العشرة آلاف درغم مقابل الرأس هنا لأجل الدنيا والمادة قال هاتها أعطاه عشرة آلاف درغم وأخذ الرأس الطاهر أدخله في الدير غسله بالزعفران وماء الورد وضعه أمامه على صخرة قال له يا حسين أقسم عليك بحق جدك رسول الله لأن شايف قلتك في عالم الكشف هذا الرأس يتكلم أقسم عليك بحق جدك رسول الله أقسم عليك بحق الله الذي خلقك أن تعرفني نفسك يهودي أفوا المسيحي ما يعرف فقال الرأس هنا الحسين هاي من الموارد الذي تكلم رأس الحسين قال له يا ديراني أنا الحسين بن فاطم وجدي رسوله أبي علي بن أبي طالي غروني ودعوني هذا القوم إلى بلادهم وذبحوني بجنب الفرات عطشان عطشان ولم يكتبوا بذلك حتى قتلوا إخواني وأبنائي وأصحابي وذبحوا أطفالي ثم أحرقوا خيامنا أسروا نساءنا من بلد إلى بلد يتصفح وجوه الرجال لما سمع الديراني أخذ يبكي ويقول سيدي أشهد أن لا إله إلا الله وأن جدك رسول الله سيدي اشفع لي عند جدك سيدي أبا عبد الله اقبلني خادما لك أخذ الرئيس جاء إلى عمر بن سعد قال له ضع هذا الرئيس عندي ولك ما تريد قال لابد أن أخذه إلى الأمير يزيد بن محاوية قال له إن أخذت هذا الرئيس أقسم عليك من الله لا تربعه على الربح فإنه رأس رأس بن رسول الله رأس بن فاطمة الزغرى يا عسين يا عسين أخذت صاب السغم واردا عين ذبح ماضاك من الماء واردا تاجين سنب يا كرار يا علي وردايا الغيور ما أدري يسمع لولا إذا يتجاوبني يلا يا حزين بي والله بناتت يسرا لابن الدعية هي وبناتت يسرا لابن الدعية اللهم صل على محمد وآل محمد يا الله كل أمل باستجابة الدعاء أسأل من الله سبحانه وتعالى أن لا يرد هذه الأيدي من أبواب رحمته ارفعوا أيديكم نحو السماء تضرعوا إلى الله مضان استجابة الدعاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما يجيب المضطر إلى الله ويكشف السوق يا مجيب أما يجيب المضطر إذا أدعاه أما يجيب المضطر إذا أدعاه بسمك العظيم الأعظم الله يرحم هذه العبرات الله يرحم هذه الأيدي إخواني إلى أثر الدعاء ارفعوا أيديكم نحو السماء تضرعوا إلى الله إلى غناه نقسم عليك برأس الحسين نقسم عليك بتلك الشيبة المخضبة ارحمنا كرامة لوجه الحسين أصحاب الحوائج الصعبة الأيدي نحو السماء أشمرات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إلهي كرامة لوجه الحسين إلهي كرامة لرأس الحسين إلهي كرامة لدم الحسين هذه الأيدي مدت إليك يا كريم نحن الفقراء وأنت الغني الآن أطلب حوائجكم من الله أسأل الله ألا يرد يداحدكم من أبواب رحمتي هذه الليلة أصحاب الحوائج الآن لحظات استجابة الدعاء يا أرحم الراحم اللهم عجل فرج إمام زماننا واجعلنا من أنصاره وأشياعه اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين اللهم اخذل من خذل الدين أيد وسدد حماة الدين اللهم اشفي كل مريض فكى قيد كل أسير إلغنا آمنا في أوطاننا اللهم اجعل غاذ البلد آمنا اللهم اجعل العراق بلدا آمنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين اللهم احشرنا مع أنصار الحسين تقبل منا هذا القليل بكرمك وابع الثواب مجلسنا خاذا إلى أرواح المؤمنين والمؤمناء سيما من مضى من أغلغ هذا الجمع اللهم اقرب ثم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان اللهم اقرب